الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم كثير من المؤمنين يزورون زيارة آلياسين هذه الزيارة وردت عن الناحية المقدسة في جواب مسائل الحميري محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أحد الشخصيات المرموقة في عهد الغيبة الصغرى كانت عنده مسائل كتبها وأرسلها بواسطة أحد النواب الأربعة إلى الناحية المقدسة فجاء الجواب على تلك المسائل بعد الجواب على المسائل نص العبارة الواردة في هذه الرسالة هكذا لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا أردتم التوجه بِنَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْنَا فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالى سلامٌ على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته إلى آخر الزيارة الملاحظة في هذا المقطع الذي أساساً كتب في تلك الرسالة النورانية من دون سؤال ابتداء كتب هناك أسئلة أجاب الإمام أرواح العالمين له الفداء عليها بعد الانتهاء من الأجوبة هذا توجيه من دون سؤال ثم الملاحظ أن هذه العبارة عبارة شديدة لماذا هذه الشدة لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون الخطاب كان للحميري نفسه ربما أو الخطاب لشخص آخر عن طريق الحميري يراد إيصال هذا المعنى إليه لتأديبه لتأنيبه لتربيته ممكن يبدو أن شخصا لعله أقول لعل كان هناك شخص اخترع دعاء من نفسه زيارة لا أعلم لأن الإمام عليه الصلاة والسلام أرواح العالمين له الفداء بعد ذلك علم طريقة معينة للزيارة هذه الزيارة التي تسمى زيارة آلياسين هذه الشدة لماذا هكذا عبارة لماذا لأن الدين دقيق غاية في الدقة عندما أقول الدين كل جوانبه بدءا من أهم الجوانب وهي العقائد ومرورا بجوانب أخر ذات أهمية كبيرة كالفقه والعشرة وانتهاء وانتهاء حتى بالمستحبات حتى بالأدعية حتى بالزيارات الدين شيء دقيق جدا أي تغيير أي زيادة أي نقصان قد يوجد مشكلة كبيرة في تدين الإنسان في دين الإنسان في دين بعض الناس الآخرين لو أردنا أن نشبه الدين طبعا الدين أعظم من ذلك بكثير ولكن كتشبيه صغير الأدوية الهامة الحساسة المركزة قليل من الزيادة قليل من النقصان قد يغير المعادلة في الدواء الدواء النافع يصبح ظارا الدواء المنقذ يصبح مهلكا قليل من الزيادة والنقصان أحد العلماء كان ينقل يقول شخص من المؤمنين وبتلي بمرض راجع القضية لعلها أكثر من يعني قبل أكثر من خمسين عاما راجع طبيبا حاذقا في تلك العصور أدوية مركزة ما كانت كثيرة عادة الأدوية يلزم أن يصنع كمية من الدواء حتى يعالج المرض هذا الطبيب كان طبيبا حاذقا فكانت عنده أحيانا أدوية مركزة جدا فشخص مرضه ثم أعطاه شيئا قليلا شيء مطحون وقال هذا الدواء وقال هذا الدواء دواء جدا جدا مركز يلزم أن تأخذ من هذا الدواء شيئا قليلا جدا ترطب رأس الإصبع وتجعل إصبعك في هذه المادة المطحونة هذه البودرة فما يأخذ رأسه إصبعك من هذا الشيء تجعله على لسانك يوميا المريض امتثل لأمر الطبيب يوم يومان ثلاثة أيام شاف لا وضعه إلا الأحسن الناس في تلك العصور ما كانوا قد تعودوا على هكذا كمية قليلة من الدواء قال لماذا أنتظر الشهر حتى أعالج من هذا المراض فأخذ الدواء كله مرة واحدة فصار جسمه ينتفخ وتأثر جسمه صارت فيه أعراض حديدة بعد أيام راجع نفس الطبيب الطبيب عندما رأاه قال ماذا صنعت قال أخذت الدواء كله قال خلاص القضية انتهت وأنت خلال أيام قلائل ستموت لا يوجد علاج لهذا الشيء هذا الدواء جدا مركز هذا العالم كان ينقل يقول بالفعل بعد أن زرنا هذا المريض وقال لنا هذا الشيء ما مضت إلا أيام وتوفي الدواء المركز قليل هو الدواء كله كان بمقدار لعله أقل من مثقال تغيير في استعمال هذا الدواء زيادة نقصان أي تغيير من الممكن أن يوجد في جسم الشخص فاجعة الدين هكذا وأكثر دقة وأعظم أهمية من هذا بكثير الدين كل شيء فيه دقيق غاية الدقة العلماء سنوات طويلة بجهد جهيد يجمعون من معلوماتهم الدينية يجمعون معلومات كثيرة دينية في أبعاد مختلفة يصلون إلى قواعد عامة في الدين يتمكنون بهذه القواعد أن يسيروا في هذا الطريق بعد سنوات طويلة من التحضير والتمهيد للوصول إلى المعارف الدينية عندما يريد أن يستنبط جهة معلومة دينية يحتاج إلى ساعات أخرى من التعب والجهد الفكري حتى يصل إلى نتيجة بعد كل هذا التعب عندما يذكر هذا الشيء يذكره وهو خائف هل وصل إلى الحقيقة؟ ما وصل إلى الحقيقة؟ وصل إلى الفتوى الصحيحة؟ ما وصل إلى المعلومة العقائدية؟ وصل بصورة صحيحة أم لا؟ يكون خائفة عندما يكتب آخر شيء يكتب والله العالم عندما يكتب والله العالم حقا يقول هذه الكلمة لا مجرد كلمة يقولها لا حقا هو خائف لا يعلم أنه وصل أم لا؟ يفتي بعد الفتوى الفتوى معناها أن الفقيه وصل إلى النتيجة بالإطمئنان بعد أن وصل إلى النتيجة بالإطمئنان يكتب والأحوط كذا احتياط استحبابي؟ يعني ماذا احتياط استحبابي؟ يعني أنه مع أنني مطمئن إلى وصولي إلى هذا الحكم مع ذلك أنا خائف احتط أحسن لك العلماء هكذا يتعاملون مع الدين؟ وترى أناس عوام ما عندهم عشر معشار ما عند العلماء من المعلومات يتكلم في الدين ببطر دايس بانزين ويمشي في الدين يفتي يرجح هذا على ذاك يقبل هذا ويرفض ذاك هذا مهم ذاك غير مهم تشخيصه الأهم من المهم هذا شيء غاية في الدقة غاية غاية في الصعوبة العالم الديني المتمرس الفقيه الكبير عندما يصل إلى قضية الأهم والمهم قلبه يرجف موضوع جدا دقيق لا هذا أهم من ذاك ولا يعرف من الدين شيئا تشخيصه الأهمية خلص يتكلم في الدين كما يحلو له القضية ليست فقط تكلوم يمشي في الدين كما يحلو له أين الاتباع يمكن أن يسير الإنسان بهذه الطريقة في شيء دقيق بهذا المستوى من الدق أنت في الطب لا تمشي بهذه السرعة تأخذ احتياطاتك تريد أن تختار سيارة تصبر أيام السيارة الفلانية أحسن من السيارة الفلانية أحسن من اللون الفلانية من اللون الفلانية في الأمور التافهة تصرف وقتا تصبر لا تستعجل الدين هذا الشيء الأهم في حياة الإنسان لا بكل سهولة يفتي يتكلم يعمل هذا خطر أم لا القضايا الدينية مرتبطة بماذا الإنسان ثلاثة أشياء جسم نفس روح الطب مرتبط بالجسم والطب النفسي مرتبط بالنفس في الطب المرتبط بالجسم القضية القضية دقيقة لا تتمكن لا تتمكن أن تتخطاها إلا بمعرفة طويلة إلا بدراسة إلا بجهد جهيد بسنوات من التركيز المعرفي هذا في الطب المرتبط بالجسم وهو الأهون وهو الأسهل الأصعب من هذا الطب الطب المرتبط بالنفس تتمكن أن تنظر في ما يرتبط بالنفس بالأمراض النفسية لا تتمكن القضية صعبة جدا 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 هذا في النفس الدين مرتبط بالأخطر والأهم والأصعب الدين مرتبط بالروح بدون المعرفة الدقيقة للمرض بدون المعرفة الدقيقة للعلاج المرتبط بهذا المرض أنت لا تتمكن أن تعالد جسمك فكيف بالنفس فكيف بالروح الروح شيء جدا خافي ولذا صار أصعب محرفة الإنسان ضئيلة جدا فيما يرتبط بالروح اتباع يا أخي اتباع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء له بفالوذج الفالوذج هذه الحلوة التي يصنعونها في البيوت حلوة مصنوعة من الضحين والسمن يعني الدهن والعسل علوة عادية جاء الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بفالوذج يبدو هذا الفالوذج كان فالوذج يعني نوعا ما كشخ فمد عليه الصلاة والسلام يده إليه ثم قبضه فقيل له في ذلك لماذا يا أمير المؤمنين ما أخذت شيئا من هذا الفالوذج فقال صلى الله عليه وآله ما مضمون كلامه إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأكل منه يعني من هذا النوع من الفالوذج فكرهت أن آكله هذه الرواية الشريفة فيها أبعاد جانب من هذه الرواية الشريفة مواسات الرواية الشريفة فيها كلام طويل جانب وشاهدي في هذا الجانب جانب من هذه الرواية الشريفة اتباع شدة الاتباع امير المؤمنين صلى الله عليه وهو يعرف من كان يعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله تعلمون اهل البيت عليهم الصلاة والسلام في العلم متساوون هناك درجات من الفضيلة موجودة رسول الله افضل من امير المؤمنين والصديق الكبرى صلى الله عليه افضل من ابنائهم درجات الفضيلة موجودة ولكن اهل البيت عليهم الصلاة والسلام في امور متساوون من جملة تلك الامور العلم امير المؤمنين يعلم تفاصيل ما كان يعلمه رسول الله بالضبط بالدقة ولكن مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ما اكل انا ما اكل قلت الرواية لها جوانب ثانية ايضا جانب المواساة ايضا مهمة مهم في هذا الحديث الشريف ولكن القضية ايضا لها جانب اخر جانب الاتباق الدين جدا دقيق جدا حساس تزل اقدام علماء فكيف بيه انا قضية اسحاق الكندي قضية مشهورة سمعتموها من الخطباء الكرام كتبوا عنه انه كان اكبر فيلسوف في العراق عالم كبير في مجاله وصل الى نتيجة ان القرآن الكريم فيه تناقضات وكتب كتابا في تناقضات القرآن الامام العسكري عليه الصلاة والسلام قال لأحد تلاميذه كلمة واحدة اذهب مضمون الرواية الشريفة قل له لأسحاق الكندي الكلمة الفلانية توجيه معين كلمة واحدة الساطر واحد لعله العبارة او اقل من ساطر ذهب اليه قال له هذا الكلمة انتبه عالم كبير ما كان ملتفتا الى نقطة صغيرة فاخذ كتابه واتلفه على ما ببالي على ما ببالي احرق الكتاب حتى لا يبقى منه شيء غفل عن جانب صغير واحد يجعل الشخص سنوات يسير خلاف التيار الصحيح العالم يخاف وبالفعل ومن حقه ان يخاف فكيف بعمة الناس ما الطريقة الطريقة هي الطريقة المذكورة في القرآن الكريم ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اتباع 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 يعني ليس ان اقول رأيي تصوري انا هكذا ارى انا هكذا قلت انا هكذا افعل هذا مصر اتبعوني في زماننا كيف يمكن ان نتبع رسول الله واهل البيت عليهم الصلاة والسلام يوجد طريق اخر غير اتباع العلماء يوجد اذكر لي اذكر لي طريقة ثانية كيف تعرف الدين قرأت رواية شريفة هذه الرواية تعرف ان لها مخصصا ام لا تعرف ان لها مقيدا ام لا تعرف ان لها مبينا مفسرا ام لا كم من روايات الشريفة العام والخاص المطلق والمقيد المجمل والمبين الرواية الحاكمة والمحكومة حاكمة حكومة تفسير حكومة تضييق حكومة توزع تعرف هذه المعلومات رواية واحدة وخلاص يمكن ان تدخل في الدين هكذا الدين الذي بهذه الدقة حتى في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام في زمن الحضور الطريق الذي كان على المؤمنين ان يمشوا فيه طريقة اتباع العلماء اكثر الناس ما كانوا يصلون الى المعصومين عليهم الصلاة والسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون قل آنذاك الآية القرآنية واضحة وما كان المؤمنون لينفروا كافة لا يتمكن المؤمنون ان ينفروا الى رسول الله كلهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون في زمن النبي صلى الله عليه وآله اكثر المسلمين ما كانوا يلتقون برسول الله صلى الله عليه وآله الا لعله بالثلاث سنوات مرة اربع سنوات مرة بعضهم كان يلتقى برسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة في كل عمره في زمن المعصومين الدار التسعت الناس بالاضافة الى انه كان هناك ضيق تشديد على اهل البيت عليهم الصلاة والسلام اكثر المؤمنين ما كانوا يتمكنون ان يصلوا الى اهل البيت صلى الله عليه كيف يتعلمون دينهم كيف يتعلمون دينهم الا عن طريق العلماء العالم يذهب الى اهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتعلم يتعلم يتفقه حسب تعبير القرآن الكريم الفقه الفقه عن التعلم عن فهم فهم الدين طبعا فهم جانب من الدين لا يتمكن العالم ان يعلم ويفهم كل جوانب الدين يأتي الى الامام الرضا عليه الصلاة والسلام صحيحة ابن المهتدي مشهورة يقول لا اراك في كل وقت انا ما اتمكن ان اصل الى الامام الرضا صلى الله عليه عبد العظيم ابن المهتدي عفوا عبد العزيز ابن المهتدي ماذا اصنع الان انا تشرفت بخدمتك اتمكن ان اسأل مجموعة تأسله وخلاص يوجهه الامام عليه الصلاة والسلام الى عالم من العلماء الى يونس ابن عبد الرحمن عالم كان يتمكن ان يتواصل معه هذا الشخص وروايات وروايات شريفة في زمن المعصوم في زمن الحضور كان الناس المؤمنون بحاجة الى الرجوع الى العلماء فكيف في زماننا ذاك الرجل يقول لا اصل اليك او لا اراك في كل وقت نحن لا نرى الامام في اي وقت ما الطريق طبعا هذه مصيبة في حياتنا في زمن الغيبة مصيبة كبيرة ولكن الان في زماننا كيف نطبق قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني كيف يكون كيف يكون اتبع على رسول الله و اهل البيت عليهم الصلاة والسلام بدون الرجوع للعلماء ممكن العلماء يحتاجون و يحتاجون يحتاجون تسجيد من الامام اروح العالمين له الفداء العالم معلوماته عشرات اضعاف معلومات عامة الناس المؤمنين عشرات الاضعاف لعله مئات الاضعاف انت رأيت رواية رأيت مئة رواية هو رأى عشرة الاف رواية انت تعلمت مظهر الرواية هو تعلم كيف يجمع بين هذه الرواية الشريفة والرواية الشريفة الاخرى لا يمكن اذا في زمن حضور الامة عليهم الصلاة والسلام اهل البيت عليهم الصلاة والسلام ارجعوا الى العلماء في زمان اننا نتمكن بدون الرجوع الى العلماء الخبراء الاتقياء طبعا العالم الحقيقي التقي شرطان معا علم حقيقة لا ادعاء علم وتقوى العلم وحده ايضا لا يكفي لا يوجد طريق اخر هذا هو الطريق الوحيد والدين هكذا يكون الدين الدين بدون اتباع لا يمكن زيادة كلمة في دعاء احيانا تغير 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 المعنى كليا اصلا نقصان كلمة يغير هذا الدعاء المستحاب ناهيك عن الواجبات ناهيك عن العقائد ناهيك عن طريقة العشرة مع الناس جوانب الدين الكثيرة اختم اختم كلامي بمقطع من الرسالة التي خرجت من الناحية المقدسة على مشرفها آلاف التحية والثناء والصلوات الى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في مقطع من هذه الرسالة الشريفة ورد هكذا ولو ان اشياعنا ايها الشيعة الخطاب لكم ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليه اخواني المؤمن عنده عهد مع امامه هذا العهد جزء مهم منه مهم جدا اساسي هو اتباع العلماء جزء اساسي هذا طبعا العقادة التي يعرفها الانسان بالادلة الكافية تلك في محلها وتلك هي الدرجة الاولى من الاهمية ولكن بقية الدين هذا جزء من العهد على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ما كان ما كان يتأخر التشرف التأمن بلقائهم صلوات الله وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا هذه سعادة الانسان يشاهد امام زمانه هذه سعادة هذه السعادة كانت تتعجل المشكلة فينا نحن طريقتنا في القول والعمل فيها مشكلة على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم ما الذي يحبسه امامنا عنه فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم تصل اخبارنا الى الامام مما يكرهه الامام ولا نؤثره منهم هذا ليس عهدنا من شعتنا ان يعملوا هكذا نسأل الله سبحانه وتعالى بحق صاحب الامر بحب الله له وبحبه لله عز وجل بمكانته عند الله عز وجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم اللهم ارضى عنا امام زماننا اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين ابدا ارزقنا زيارتهم في الدنيا خدمتهم في الدنيا اتباعهم في الدنيا شفاعتهم في الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة